طمأن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آلية تصحيح الأسئلة التي تم تظليلها أكثر من مرة في الباب لشيء إنه في حال اختيار الطالب أكثر من إجابة للسؤال أن يقوم بوضع علامة X للإجابة التي يراها خطأ ويترك إجابة واحدة عليه التظليل حتى يتم احتسابها مشددا على أن حال اختيار الطالب إجابتين دون وضع علامة X على أحدهما يحصل إلى الطالب على الصفر فيهذا للسؤال وعن آلية تصحيح السؤال الذي تم تعديل إجابته قال المصدر إن الكمبيوتر أو الماسح الضوئي لديه آلية الكشف عن الأسئلة التي تحمل إجابتين مؤكدا أنه عند إدخال ورقة الإجابة التي تحمل إجابتين سيتم إصدار إشرة حمرئ هينور أحمر وبالتالي يتم مراجعتها إدوية وأضاف المصدر إنه إذا كانت الإجابة التي ظل لها الطالب صحيحة سيتم احتسابها وتضاف إلى درجات الطالب وذلك بعد وضع علامة X على الإجابة الخطأ مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال احتساب درجة لأي سؤال له إجابتين ترجمة نانسي قنقر